في ختام هذه المحاضرة اسمحوا لأبناء الطلاب أن أعطي ملخص سريع عن الأفكار الرئيسية التي تم الإشارة إليها في هذه المحاضرة أول عنصر مفهوم النظرية في هذا العنصر تم تناول مفهوم النظرية في الإدارة التعليمية والمدرسية وكيف أنها تحتوي إلى إطار فكري عامي صف الممارسات التعليمية ويوجهها باعتبار النظرية تقود إلى الممارسة العملية كما تمت الإشارة إلى النظرية في الإدارة بشكل عام والإدارة في الإدارة التعليمية والمدرسية وفي النقطة الثالثة تمت الإشارة إلى خطوات تطوير النظرية أو بناء النظرية بالإشارة إلى خمس خطوات الخطوة الأولى وتتمثل بالمشاهدة من الواقع والخطوة الثانية تكوين مفاهيم من هذه المشاهدات وفي الخطوة الثالثة تجمع عدد من المفاهيم التي تمت في الخطوة الثانية وفي الخطوة الرابعة تكوين الفروض لتفسير الظاهرة وفي الخطوة الخامسة مرحلة تكوين النظري بالاعتماد على الفروض التي ثبت صحتها على أرض الواقع كما تمت الإشارة في هذه المحاضرة إلى مصادر بناء النظري أو تطوير النظرية والمتمثلة بأربع مصادر المصدر الأول التقارير وتعليقات رجال الإدارة والمصدر الثاني المسح الإداري والتربوي للبحث والدراسات والمصدر الثالث الاستدلال العقلي والمصدر الرابع لاستفادة من نظريات ميادين الإدارة الأخرى كما تمت الإشارة إلى مراحل تطور الفكر الإداري وإلى المدارس الإدارية الثلاث المدرسة الأولى والمدرسة العلمية والتي ركزت على دراسة بيئة العمل وعلى التقسيمات الإدارية وعلى البيروقراطية دراسة بيئة العمل تمت عن طريق تيلر ودراسة تقسيمات الإدارية تمت من خلال فايل ودراسة مفهومة البيروقراطية تمت عن طريق ماكس فيبر في المدرسة الثانية مدرسة العلاقات الإنسانية تمت الإشارة إلى أن هذه المدرسة ركزت على حاجات العاملين النفسية وعلى حاجات العاملين الاجتماعية كما تمت الإشارة في المدرسة الثالثة للمدرسة السلوكية إلى السلوك الإداري والسلوك الوظيفي وأن كلا السلوكين مطلوب لتمام العمل الإداري كما تمت الإشارة إلى عيوب كل مدرسة من هذه المدارسة الثلاث وكما تمت الإشارة إلى تطبيق أفكار هذه المدارسة الثلاث في الإدارة المدرسية والإدارة التعليمية ترجمة نانسي قنقر